افترض أيها الأخ أن أمامك عشر غرف أو لنقل أن أمامك غرفة وحدة وقال لك رجل افتح هذه الغرفة وانظر ماذا فيها نظرت وإذا فيها ذهب مليئ بالذهب فيها أقداح ذهب فيها أواني ذهب فيها ليرات ذهب فيها أباريق من ذهب فيها ألواح من ذهب كل شيء فيها من ذهب قال لك أعطيك عشر دقائق احمل فيها ما تستطيع من ذهب احمل فيها ما تستطيع من ذهب بعد العشر دقائق بثانية واحدة لا أسمح لك أن تستخرج غراما واحدة من هذه الغرفة أنا أسألك سؤالا لنفترض أنك كنت جائعا في تلك العشر دقائق لنفترض أنك كنت جائعا هل تنصر لتأكل شيئا ثم ترجع بعد ذلك تكمل حمل الذهب أم ستقول لا سأحمل الذهب بعد ذلك لأكل أنت لن تموت من الجوع جائع نعم لكنك لست منهارا يمكن أن تأكل بعد بعد حمل الذهب أو لو كنت عطشانا هل تذهب لتستقي ماء هذا الذهب الذي قد يأخذ منك عشر ثواني عشرين ثانية لشرب الماء يمكنك أن تحمل فيه كيلوغرام من الذهب هذه العشر ثواني عشرين ثانية واضح لذلك أنا متأكد لن تجد وقتا تحك برأسك لن تذهب لا لشرب ماء ولا لأكل طعام لأن هذه فرصة أمامك عشر دقائق تحمل فيها ما تشاء من الذهب فهنا من الأكثر حملة للذهب لو كانوا أكثر من إنسان أنشطهم أسراعهم أكثرهم همة هو الذي سيكون الأغنى فكذلك العشر الأول من ذي الحجة لو انشغلت فيها عن العبادة فأنت ضيأت جزءا من الوقت لحظاته لن تعاد لن تعود أبدا لن يعاد مثلها طيلة السنة ونحن لا ندري هل سندرك العشر الأواخر من العام المقبل أو لا ندركها لا ندري وحتى لو أدركناها هل ستعوضنا عن الماضي لكل واحدة يعني كل واحدة منها بحسابه عند الله سبحانه وتعالى فكل لحظة من هذه غنيمة وكنز فعلينا أن نقوم بالأعمال التي ترضى الله سبحانه وتعالى أي عمل صالح لكن هناك أعمال أفضل من غيرها سنذكرها أولا الأضحية أفضل شيء في هذه العشر طبعا أفضل أعمال يوم النحر هو الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب المتقرب إلى الله في مثل هذا اليوم بأحب إليه من إهراق الدم وسنتكلم عنها لاحقا عندما يقترب وقتها في عيد الأضحى ومن الأعمال الصالحة أيضا الصيام وقد روي عن بعض أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسعة الأول منذ الحجة والحديث روه أبو داود وغيره في السنة لماذا التسع؟ لماذا ليس العشرة كلها؟ لأن العاشر عيد العاشر ليس فيه صيام لكن من حيث باقي الأعمال حيث الصلاة الصدقة سائر الحسنات والأذكار نعم هو مضاعف كسائر الأيام العشرة إلا أنه ليس فيه صيام لأنه يوم عيد ويوم النحر وهو العاشر ويوم التشريق الثلاثة مجموع العيد الأربعة أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيام هناء للأرواح والأجساد